مع اقتراب موعد انتهاء حملة جمع الأسلحة الغير مرخصة والمقرر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين ضرورة تسليم الأسلحة الغير مرخصة وذلك قبل انتهاء الحملة كي لا يترتب عليهم أي مسؤولية تجاه ذلك الأمر الذي يقضي بفرض عقوبات شديدة على كل من يمتلك سلاحا غير مرخص هي أيام معدودة باتت في المهلة المحددة لجمع السلاح لذا فالكويت تنادي أبنائها وفلذات كبدها تستصرخه ممهم وضمائرهم الحية وتقول لهم لنجمع السلاح معا المهلة المحددة وفق القانون لجمع الأسلحة والثقائر والمفرقعات شارفت على الانتهاء أيام معدودة وسوف تنتهي هذه المهلة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني كانت سباقة في حملة متكاملة مقروعة ومسموعة ومرئية يمكن لقت صداها بين كافة شراح المجتمع وزارة الداخلية أمام هذه الحملة لا تملك إلا أن تقول كلمة واحدة بأن هي جاهدة في تطبيق القانون وأن الموعد النهائي في 22-6 هو الفاصل ما بين حملة التوعية التي قامت فيها والتي سخرت فيها كل الإمكانيات وبتعاون وتضافر كل وسائل الإعلام الخاصة والأهلية والحكومية إلى واقع ملموس على أرض الواقع مع قرب انتهاء الحملة وزارة الداخلية تذكر الجميع بأن حيازة الأسلحة غير المرخصة ستكون عقبتها وخيمة وستكون العقوبة بانتظار من يحمل هذا السلاح غير المرخص اللي عنده سلاح ومحتفظ فيه في آخر البيت ويعتقد لأي سبب من الأسباب أن الوزارة غير جادة في هذا الموضوع عقوبة الحيازة الآن نتكلم عن خمس سنوات وعشرة هلاف قرامة هذا اللي يحتفظ بالسلاح سواء في بيته بسيارته في أي موقع وما بادر في التسليم لمرأة التسليم لوزارة الداخلية القرامة بالتالي العقوبة مشددة غير قابلة للتهاون والعقوبة نحط عليها إطار بالخط الأحمر بأنها فعلا مشددة مقلضة لا يستهان أي من كان فيها ولا يعتقد بأن الوزارة في المقابل قد تكون هناك نوع من التقصير في المباشر في تطبيق هذا القانون على أرض الواقع من يرغب بامتلاك وحيازة الأسلحة والذخائر عليه أن يكون مستوفيا للعديد من الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية من بدأت المهلة إلى هذه اللحظة يمكن تقريبا أكثر من 2500 إلى 3000 مواطن تغدع بترخيص ومنحنا هذا الترخيص بمعنى سدوب أو شروط الترخيص ميسرة ومتاحة لجميع لا بد طبعا يكون من الفاس الطبي وخلو من السجل الجنائي ونوعيات معينة من الأسلحة وبالتالي يتعرف على المناطق وأماكن الصيد وغيرها من هذه الأمور رسالة توجهها وزارة الداخلية لكل من يعيش على أرض دولة الكويت الغالية انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي وزارة الداخلية سخرت إمكانياتها مراكز للتسليم أكثر من 38 بينما تحديناها قلنا إذا أنت ما تقدر أنك تروح تصل على الخط الساقن 1-88-38-30 والأخوان في مباحث سلاحيونك للبيت يستلمون القطعة السلاح ويستلمونها ويعفى من المساء القانونية بالإمكان أنك أيضا ترشل عن أي معلومة وفي المقابلة وزارة الداخلية تتفاعلوا إياها المخاف المتاحة، الخط الساخن المفتوح، أقواب وزارة الداخلية كلا سخرتها يعني ما في عذر الآن نتكلم عن التقصير في المبادرة في التعاون والتجاوب معنا إذن جمع السلاح بات اليوم ضرورة وطنية ملحة هدفها الأول والأخير الحرص على الاستقرار والمحافظة على الأمن والأمان الذي ترفل به دولة الكويت وينعم به جميع من يسكن على أرضها طيبة لذلك يدم بيد ومعا لجمع السلاح من وزارة الداخلية ديمة دحدالتلفزيون دولة الكويت